صباح الخير زينب وكل عام وأنت بخير كل عام وأنت بخير سالي وسعد صباحك أنت وسلمة ولكل مشاهدينا فصح مبارك وكل عام وأنت بألف خير إن شاء الله قيامة مباركة طبعا بالنصر بسوريا على الإرهاب أكيد المؤمنين بلاشوا يتوافدوا على الكنيسة لا يرفعوا القضادي سوى الصلوات لأرواح الشهداء والنصر والسلامة لسوريا طبعا لحن نرصد بعض أمنيات السوريين بعد الفصح كل عام وأنت بخير شو أمنياتك اليوم بعيد الفصح المجيد أكيد نتمنى السلام يعام سوريا من جديد وينتصر جيشنا العربي السوري والتوفيق للجميع إن شاء الله كل عام وأنت بخير كل عام وأنت بخير شو تمنيت اليوم أول شي كل عام أنت بخير وفصح مجيد وإن شاء الله يعام سلام ترجع سوريا متل ما كانت وإلا الله يرحم الشهداء وينصر الجيش يا رب أول شام عشا عالتا شو تمنيت اليوم أول شام عشا عالتا للشهداء وعشان سوريا ترجع السلام وحاجة تعبنا وكل عام وأنت بخير إن شاء الله يارب وفصح مجيد أكيد أنت بخير كل عام وأنت بخير يعني صبايا اليوم ومستقبل شو أول أمني أتمنيتوها بعيد الفصح المبارئ أنا تمنيت السلام لسوريا كلها ولكل بلد فيه حرب بتمنى الله يرحم الشهداء وتكون قيامة يسوع هي قيامة مجيدة ويرحم جميع الشهداء كمان شو تمنيت اليوم؟ بتمنى أن ترجع بلدنا متما كانت وتمنى السلام لكل العالم والمسيح قام كل عام وأنتو بخير إن شاء الله كل عام وأنتو بألف خير أكيد يعني سلمة وسالي هلأ في سيقام قداس أيضا طبعا نحن موجودين بكنيسة الزيتون حتى رصدنا آراء بعض السوريين وأمنياتهم بعيد الفصح المبارك كلهم يتمنوا السلام والنصر لسوريا وأكيد الرحمة لأرواح الشهداء والنصر لجيشنا العربي السوري أنا رح ضل معكم خلال الحلقة وأرصد لكم توافض المؤمنين على الكنائس بسوريا وطبعا الصلوات اللي عم ترفع على طبعا السلام بسوريا عودة لكم شكرا لك يا زينب ومثل ما سمعنا شكرا لك زينب